اشتركوا في القناة عن نقل عبر الطرق والسلامة طرقية أهلاً وسهلاً بك سيد بعمال شكراً لأستاذة خديجة أهلاً بك لمناسبة نستغلها لمناسبة نشكرك ومن خلالك نشكر القناة الإلكترونية للوزارة الجهز والنقل والموجيستيك على الاستضافة مرحباً بك أولاً سيد بعمال ما هي أهمية هذا القطاع قطاع النقل عبر الطرق والسلامة طرقية في تنمية الاقتصاد الوطني شكراً على هذا السؤال بغي تنبيين السادة المشاهدين بأن قطاع النقل الطرقي هو قطاع أفقي بحيث أنه جميع القطاعات المنتجة والاجتماعية تحتاج إلى خدمة هذا القطاع ولتقريب السادة المشاهدين أكثر من هذا القطاع أود أن أعطي بعض الأرقام الكتبية الأهمية فقطاع النقل الطرقي يساهم بما يناهز تقريباً 5% من نتيج الوطني الخام نعم رقم المعاملات دي القطاع ما يقارب 18 مليار ديرهم كل سنة عدد المقاولات أكثر من خصوصة بعين ألف مقاولة وهذا القطاع كذلك عدد المركبات التي تعمل بهذا القطاع تنهضر على المركبات المهنية اللي تشتغل في النقل المهني النقل المهني ما فيش بطبيعة الحل السيارات الخصوصية مناصب الشغل أكثر من مئة وخمسة وسبعين ألف منصب الشغل وعدد المركبات التي تتعمل في هذا القطاع مئة وستعشرين ألف مركبة وقطاع النقل الطرقي يساهم بما يفوق خمسة وسبعين في المئة من حجم نقل بضع بطبيعة الحل النقل دي الفصفات كما أن النقل الطرقي للمسافرين يساهم بتقريبا 35% من تنقلات ديال المواطنين عبر الطرق مقابلة 44% لمركبات الخاصة و15% لسيارة الأجر من الدرجة الأولى وما هي الأنشطة التي يقوم بها هذا القطاع أمثلة عن هذه الأنشطة شكرك على هذا السؤال لأن الأغلبية ديال المواطنين ما تعرفوش أشان هو الحجم ديال shipping لما نتحدث عن قطاع النقل الطرقي فنحن نتحدث عن النقل الطرقي لبضاع الوطني والدولي كذلك نقل المسافرين الوطني والدولي النقل السياحي النقل بالعالم القراوي النقل المستخدامين النقل المدرسي كراءة السيارة بدون السائق وكذلك سيارة الجر والإغاثة هذا هو الأنشطة للقطاع النقل الطرقي تكعمل سيد بعمل قبل الخوض في غيمار هذا القطاع أعطونا النبدة مختصرة عن مهام مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقي مهام مديرية النقل أهم لها مهام طبعاً لا أستطيع أن نقول جميع المهام بشكل مختصر هناك أولاً إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال نقل الطرقي والسلامة الطرقية هذا هو المهمة الأولى إذن المديرية تقوم بإعداد سياسة سياسة الوزارة في مجال نقل الطرق والسلامة الطرقية كذلك تقوم المديرية بإعداد الاستراتيجية إذن هناك سياسة لتنزيل سياسة لا بد من استراتيجية لا بد من استدرجها إذن هي المديرية كذلك هي اللي عندها المهمة هذه المهمة لإعداد الدراسات الاستراتيجية والنوعية لنقل الطرق والسلامة الطرقية من اللي تكون عندنا بطبيعة الحال السياسة اللي تحتوي على التوجه العام هناك الدراسات الاستراتيجية وهناك برامج العمل لتنزيل هذه السياسة وهذه استراتيجية إلى أرض الواقع إذن كذلك إعداد المخطط للتعاملية تنفيد سياسة السلامة الطرقية على أرض الواقع من بين المهام ديال المديرية كذلك تتبع وتقييم وتنفيد سياسة السلامة الطرقية وفي هذا الإطار هذه المديرية هي التي تتولى مهمة كتابة الجنة الدائمة للسلامة الطرقية هناك كذلك من بين المهام إعداد سياسة التربية الطرقية ووضع قوعد ومناهج وشرط تنفيذ تنظيم امتحانات الحصول على رخص سياقة وكذلك المقتدر المتعلقة بتعليم السياقة والسلامة الطرقية من بين المهم كذلك إعداد النصوص الشرعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسلامة الطرقية والصهر على تنطبيقها هناك كذلك تنشيط المهال المتعلقة بالنقل الطرقي وتنظيمها ومرقبتها وهنا عدد الأنشطة هي تدور حول هذه القطعة للنقل الطرقي إذن هذه الأنشطة كلها المديرية التي مكلفت تقنية هذه المعام التصديق على إحداث المؤسسات المعتمدة مثلا مراكز الفحص التقنيم ومؤسس تعليم السياقة ووكالات الكراءة السيارة بدون سائق وتتبع هذه المؤسسات ومراقبتها إعداد قواعد تسليم رخصة السياقة وتشجيل مركبات التي اسمها المراكز للشجير السيارة التي اسمها السيرفز ديمين الفرنسوية إعداد قواعد مراقبة النقل على الطرق والعقوبة الإدرية متعلقة بها هناك كذلك إعداد قواعد مراقبة التقنية والتصديق للمركبات وتوابعها وأخيرا الصهر على تنفيذ الاتفاقية الدولية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية بطبع الحال كتفيت غير بدكر الأهم هذه المهم هي مهم كثيرة كثيرة جدا ومتنوعة ومتشعبة تحدثوا لنا سيد بعمال عن مشاريع الرائدة والبرامج التي قمتم بإنجازها خلال فترة 2012-2015 الحقيقة هي صعوب التلخيص في بعض دقائق متى ما إنجازه من منجزات في هذا القطع لأنها كبيرة جدا ومهمة جدا وكثيرة ولكن سأكتفي بالتذكير ببعضها الأهم منها فهناك أولا قطع النقل البضائع تم تفعيل عقد البرنامج 2011-2014 الخاص بتأهيل قطع النقل الطرقي للبضائع والذي تم التوقع عليه بتاريخ 20 ينوى 2011 والذي يعتبره واحد من العقود الطبيقية المنباتيقة القطعية المنباتيقة عن استراتيجية تطور تنافسه اللوجيستيكة 2010-2015 وللتذكير فأن هذا العقل البرنامج يضم 38 إجراء موزع على السبع دير المحاور السبع دير المحاور فيها تقوية هيكالة قطع النقل الطرقي لبضائع المحور الأول المحور الثاني تحسين المناخ القانوني للشركات لنقل طرقي لبضائع لحساب الغير تحسين القدرة التنافسية لمقاولة نقل الطرقي لبضائع لحساب الغير تطوير نقل الدولي عبر الطرقي لبضائع ثم تحديث مراقبة النقل عبر الطرق السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة كذلك هناك تمديد برنامج متن ما إنجوزه كذلك خلال هذا الفترة 2012-2015 تمديد برنامج تجد حضرة مركبات لفترة الثالثة 2014-2016 مع إدخال بعد تعديلات تهم وأساساً رفع قيمة منحة جديد وذلك الاستجابة لطلب المهنيين إحداث منحة خاصة لتكسر المركبات لما كانت في الأول وكذلك تمكين نقل الوضائع لحساب الغير من الاستفادة من منحة جديد ثلاث مركبات ذات محرك لاقتناء مركبات واحدة ذات محرك أداية يعني أنه النقل يمكن له مثلاً يخرج حفيلة القديمة مقابل اقتناء حفيلة جديدة نعم والهدف هو تشوى بطبيعة الحال هو تحديد الحضرة الحفيلة وذلك الشاحنات هناك فيما يخص قطع النقل الجماعي للأشخاص تم إنجازه وكل شيء يتذكر ذلك العمل الذي قام به الجريء الذي قام به ستيل الوزير الأول هو نشر لأيحة ترخص النقل لطرق العموم المسافرين بتاريخ 29 يناير فبراير 2012 هناك للك اعتماد دفاتر تحملت لاستغلال خدمة النقل المستخدمين لحساب الغير والنقل المنظرسي لحساب الغير يعتمد مبدأ التصريح وعودت عدد الترخيص وقوة الأهمية لهاد الإجراء بخصوص تحرير ديال الاقتصاد الوطني ويجعل أن هذا القطع ديال النقل الطرقي ما يبقاش اقتصاد ريعي ولا اقتصاد فيه احتكار فيما يخص قطع رخصة السياقة وشهادة التجيل هناك أولا العمل بنظم معلوماتي لأخذ المواعي لإجراء الامتحان النظري من قبل مؤسسة تعليم السياقة وذلك لتكريس شفافية تكافؤ الفرص بين الجميع دون حاجة لتوجه المرشحين إلى مراكز جل سيارات هناك كذلك بالإجراءات والمنجزات التي تم تحقيقها تهيئ حلبات لموذجية بمراكز جل سيارات مجهزة بالنظام مراقبة الكاميرات لتتبع جميع مراحل إجراء الامتحان التطبيقية لحصل على رخصة السياقة وطبيعة الحال هناك قمنا بعملية نموذجية كالربات، مكناس، فاس، العيون، محمدية على أساس أنه سيتم إن شاء الله تعميم على جميع مختلفة أقاليم عملات وأقاليم مملكة هناك بطبيعة الحال واحد العملية هي مهمة جدا ولا تتهدف إلى تجويد لأماكن استقبل المواطنين بمراكز السيارات هناك واحد البرنامج مهم جدا شامل إعداد وتهيئ لمقرات بعض المراكز بناء مقرات جديدة تهموا بعض المراكز الأخرى إلى آخره هناك كذلك في المنجزات إحدى شبك واحد مختلف القبضات التابعة لخزر العام من أجل استخلاص جميع الواجبات المفروضة على عملية الحصول على قصة السياقة في الماضي أنه المواطن من كي بغي يخلص هذوك الرسوم الرسوم كي يخشي يمشي الواحد العدد ديال الإدارات إذا أنت ما توحيد هذا المكان شبك واحد شبك واحد بطبيعة الحال وتنظل بأن هذا الإجراء يمكن أن المواطن بشي سهل المأمور على المواطن نفس الشيء بالنسبة لأداء الرسوم المتعلقة بتقرى مادية وبطبيعة الحال هذه المنجزات لم تغفيل كل ما هو متعلق بالتعاون الدولي حيث تم خلال سنة 2012 إبران اتفاق تنائي بين المغرب وتركيا واتفاق جديد بين المغرب وإسبانيا شمولوا قطاع النقل الطرقي للمسافر للأشخاص والبضائع نعم دخل حيث تنفيذ بطبيعة الحال هناك خلال سنة 2013 تم كذلك إبران اتفاق تنائي بين المغرب والسينيغال واتفاق جديد بين المغرب وموريطانيا يتضمنان مقتضايات من شأنها تيسير المبادلة التجارية وتشجع التعاون جنوب 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 وخلال سنة 2015 كذلك تم إبران اتفاق تنائي ما بين المغرب والدولات السلوفينيا إذن سيد بعمل من بين المهام التي تقومون بها في المديرية ووضع الاستراتيجية تحدث لنا عن استراتيجية السلامة الطرقية بالخصوص كان شكرا جزي للشكر على طرحات السؤال نظرا لما تشكله السلامة الطرقية من أهمية بالنسبة لجميع المواطنين والمواطنين لأن المسألة تتعلق ب حياة جميع المواطنين والحياة دي البشر فيجب التذكير قبل أن أتحدث على الاستراتيجية بأن المغرب مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة سنوات الماضية كان تتشجل واحد لارتفاع تقريبا مستمر واحد لمنحة تصاعدي تصاعدي دي العدد القتلى ودي العدد المصابين بجروح الخطيرة من سنة 1992 إلى 2000 وجوج دائما تنشوف تقريبا كان واحد لارتفاع تقريبا دي العدد القتلى دي العدد القتلى سنويا وبطبيعة الحال المسؤولين أنا داك ما بقوش مكتوف الأيدي بحيث أنه في سنة 2003 تم إعداد واحد استراتيجية للعشرية ما بين 2003 إلى 2013 لستراتيجية وطنية لإسترامة الطرقية فيها عدد المحاور فيها تسعود المحاور وهذه الاستراتيجية تمت نفيد دي العدد وتنزيل على أرض الواقع على شكل مختطة عملية لكل ثلاث سنوات والحمد لله بطل الله ومجهود دي الجميع أن منذ اعتماد الاستراتيجية لم يكن لحظة هذا الارتفاع تصعدي من حتى تصعدي هذا ليس فقط بكلام ولكن الأرقام تتبيط ذلك بحيث أنه منذ سنة 2004 لم يكن نرى هذا الارتفاع تصعدي والتي يكون واحدة لا تستقرار لا تستقرار تكون انخفاض ولكن على الأسف الشديد تكون مستقر لا تكون مستمر تكون انخفاض الارتفاع الارتفاع إلى سنة 2012 من 2012 بدنا نرى انخفاض مستمر بحيث أنه كان سنة 2014 هي أحسن سنة بامتياز من ناحية العدد القتلى بحيث أنه لم يتعدى تقريبا 3480 قتيل ولكن لنفرد أنه لم يتم اعتمار الاستراتيجية فهذا الرقم كان سيصل إلى 6000 قتل بحيث أنه الحمد لله الاستراتيجية أعطت اعتمار ولكن للحظة كذلك مع الأسف شديد وأنه منذ سنة 2015 بدأت الارتفاع بحيث أنه تم تجيل بدل من الاستمرار في المنحة التنازلي بدأت المنحة التصعدي وبالتالي فالوزارة والسلطة العمومية لم تبقى كمكتفة لأيدي بحيث أنه شرع شرع منذ 2014 في إعداد استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية بحيث أنه تم رفع الثقف الأهداف المحددة بخصوص هذه الاستراتيجية لقد حددنا كهدفين الهدف الأول هو أنه إن شاء الله نوصله إلى حدود سنة 2020 إلى أقل من 2800 قتل وطنية وطنية نحن وطنية نحن نركز على خمسة المحاور بشكل مختصر نعم أولا نتدبير السلامة الطرقية كل ما هو الحكامة لهذا القطاع هناك كذلك طرق أكثر أمنا إذاً يجب أن تكون مقدام جيدا إلى آخره ونقضي على نقاط الصوداء التي تكون في الشبكة الطرقية مركبة أكثر أمنا إذاً لا بد أن السيارة تكون في مستوى وهناك مراقبة التقنية إلى آخره هناك عدد الإجراءات من موسى وعملية التي تستمك من مساهمة السيارة في تقليص محمد السير ومحاول عدد القتلى وعدد المصابين بشروح الباليغة هناك سلوك مستعمل الطريق أكثر أمنا أنا كنظل بأن السلوك خصنا المجهود كبير جدا ويخص جميع المواطنين وأستغلوا هذه المنصبة الكريمة كي يناشد جميع المواطنين باش يحسن السلوك ديالهم وخاصة السائقين أنه تكون عمل رئيسي في حوادث عمل رئيسي في حوادث سير تقريبا السبب حوادث سير تقريبا من 9000 يرى العنصر البشري تتقليف السلوك البشري والركيزة كل هذه الأجوبة وكل هذه التوضيحات شكرا على حضرك معنا أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله